السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول خطوة أقوم بها هي الدخول لهذا الموقع Office 365 ثم يطلب مني أن أدخل الإيمائي هنا ندخل الإيمائي تعليم.ma تعليم.ma إسم والناسب و نفس المطبس و نفس المطبس و نفس المطبس ثم ندخل الحساب إذا ترى الخصائص والمتيازات التي يقدم لي هذا الحساب أولا هو التخزين السحابة التخزين word excel powerpoint مجموعة من الخصائص و الخدمات التي يقدم عليها أهمية الخدمات هو التخزين هذا التخزين يعني أحسن من USB و USB تقدر تضيع ولكن إذا حملتهم في هذا الموقع ديما نقام حترافة بلوطائق وبصور و جميع المعطيات سواء عروض أو دروس ديما تكون عندي في هذا الموقع ثم word و Excel يعني إذا كان لديك واحد عامل في الورد كان يفضل أني نخدم في الموقع في الورد هنا لماذا؟ لأنه ديما يبقى مخزين عندي في الموقع أحسن من الحاسوب لأنه بزفة الإخوة التي يمكن أن يضع لهم الحاسوب أو يضيع لدوصية وتعرض للفيروسات يعني من الأحسن نشتغل هنا في هذا الموقع ديالي Excel Powerpoint من الأحسن نشتغل فيهم في هذا الموقع كما ترون هنا علبة الرسائل هناك القلة الرسائل التي تصل في حسابي الإلكتروني تعليم 1MA يعني مجموعة من الخصائص يستفيدون منها ويستفيدون من الأساتذة والأخوة لم يكن يعرفوها يعني كنصحهم كي يشتغلوا في هذا الموقع ويتعرفوا عليه أكثر لأنه يقدموا هذه الخدمة ومزيانة الأساتذة ويسهل عليهم العمال وشكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر